هناك ملاحظة مهمة لابد أن يعرفها المنتظرون الذين ينتظرون إمام زمانهم علامات الظهور بحق المنتظرين لإمام زمانهم وبالنسبة للمتابعين لهذه العلامات ومدى تحققها فإنها كلها أتحدث عن كل العلامات تكون علامات بالنسبة إليهم وهؤلاء قلة قليلة من الناس أنني أتحدث عن الذين يعرفون هذه العلامات ويتمسكون بمنهج العترة الطاهرة لا أولئك الذين ألفوا ألفوا موسوعات وألفوا كتبا وقالوا ما قالوا وتحدثوا في الفضائيات وعلى المنابر وعبر الإنترنت ولكنهم خلطوا بينما جاء عن العترة الطاهرة من دون فهم دقيق وبينما جاء عن نواصب سقيفة بني ساعد أنا لا أتحدث عن هؤلاء فهؤلاء ما هم من محمد وآل محمد يحبون محمدا وأهل محمد هذا شيء آخر أمير المؤمنين قالها بوضوح لكميل بن زياد يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا فإذا أخذ عن غيرهم أو خلط ما بين الذي أخذه منهم وأخذه عن غيرهم فهو ليس منهم يريد أن يصنف نفسه على أي جهة هو حر لا شأن لنا به هذا هو قانون علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير الشيعة نقض بيعة الغدير لأن مراجعهم منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن نقض بيعة الغدير وهذا واضح الكتب واضحة والحوزات واضحة والدروس واضحة والفضائيات واضحة وكل هذا قد تم بيانه عبر هذه الشاشة بالوثائق والحقائق والدقائق هكذا هكذا بايعنا في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله قواعد التفهيم منطق التفكير لا يؤخذ إلا من علي وهذه قاعدة واضحة يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكون منا فحينما أتحدث عن المنتظرين وعن المهتمين بالثقافة المهدوية الذين يلتزمون بهذه القاعدة الذين لا يلتزمون بهذه القاعدة أنا لا أتحدث عنهم لا شأن لي بهم وأتبرأ من دينهم أكانوا من المنتظرين من خير المنتظرين لا شأن لي بهم لأنني بايعت في الغدير على هذه المواثق وبيعة الغدير تقول اللهم والي من واله على هذه المواثيق وعادي من عاداه على هذه المواثيق وانصر من نصره على هذه المواثيق واخذل من خذله على هذه المواثيق يا كميل لا تأخذ إلا عنا ما تكون منه إنني أتحدث عن الذين يلتزمون بمواثيق بيعة الغدير وهذا ميثاق من مواثيق المنتظرون لإمام زمانه والمتتبعون لعلامات ظهوره العلامات العلامات كلها علامات بحقهم إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة 72 بعد المائتين إنه الحديث الثامن والعشرون بسنده بسند النعماني عن زرارة ابن أعيا الرواية لا أريد أن أقرأها بكاملها وقد قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة إنما أذهب إلى موطن الحاجة الرواية تتحدث عن الصيحتين عن صيحة الحق وصيحة الباطل زرارة يسأل إمامنا الصادقة صلوات الله عليه من هم الذين سينجون في هذه الفتنة في فتنة الصيحتين صيحة الحق صيحة جبرائيل وصيحة الباطل صيحة إبليس من هو الذي يعرف الحقيقة في حينها فماذا قال الإمام الصادق صلوات الله عليه يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا حديثنا نحن فقط وليس الذين يروون حديثنا وحديث غيرنا ثم يساوون بين حديثنا وحديث غيرنا ويستخرجون النتائج من حديثنا وحديث غيرنا كما فعل أصحاب الموسوعات موسوعات عن الإمام المهدي كثيرة هذه الموسوعات في زماننا كما فعل أصحاب المعاجم الذين جمعوا الأحاديث كما فعل المؤلفون الذين ألفوا كما وكما وكما يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا حديثنا نحن وفقا لمواثيق بيعة الغدير يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن من لو سألتموني عن كتاب ألف في الزمن الحاضر لا أتحدث عن الأزمنة السابقة لو سألتموني عن كتاب ألف في الزمن الحاضر لم يعتمد في منطقه وقواعده على أحاديث النواصب في الوسط الشيعي فإنني أقولها لكم وبقاطعية لا يوجد كتاب قد ألف من قبل العمائم الشيعية وغير العمائم الشيعية بهذه الطريقة كل الكتب ألفت وفقا لمزاوجة بين أحاديث العترة وأحاديث النواصب والكتب موجودة في المكاتب يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون يفهمون مضامينها ويعتقدون بها ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون عندهم وضوح في الرؤية الصورة واضحة عندهم إنني أتحدث عن هؤلاء حينما أتحدث عن المنتظرين لقائم آل محمد أتحدث عن هؤلاء وحينما أتحدث عن المهتمين بعلامات الظهور إنني أتحدث عن هؤلاء لا شأن لي بأصحاب العمائم الطوسية ولا شأن لي بأتباعهم ولا شأن لي بمريديهم ولا شأن لي بالذين يأخذون النتائج في الثقافة المهدوية من حديث العترة وحديث النواصب إمام زماننا في آخر رسالة وصلت إلى الشيعة ماذا قال لنا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا إنه منطق علي هو هو يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مساوق يعني مساو فهؤلاء ينكرونهم وإن كانوا يظهرون الإيمان بهم إنهم يظهرون الإيمان بهم بحسب موازينهم هم إنها الموازين الخرقاء أما بحسب موازين العترة التي هي موازين بيعة الغدير فهؤلاء لا يؤمنون بهم هذه موازين أهل البيت يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا طبقوا هذه القواعد على كل المعممين الذين يحدثونكم عن إمام زمانكم ستجدون أنهم خارجون من دائرة محمد وآل محمد على الجميع طبقوها طبقوها علي وعلى غيري ستعرفون النتائج واضحة وهذا هو الذي حدثتكم عنه في الحلقات السابقة من وجود منطقين هناك منطق الأمير وهناك منطق الحمير منطق الأمير هو هذا يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا أما منطق الحمير هو منطق مراجع النجف وكربلاء منطق الخطباء والمؤلفين والكتاب الطوسيين الذين يستخرجون النتائج في الثقافة المهدوية من أحاديث العترة وأحاديث النواصب إذن هذا هو الميزان كما يقول صادق العترة الطاهرة الذي يعرف الثقافة المهدوية الصحيحة هو هذا يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون هم عارفون بمضامين حديثنا ويعتقدون بصحتها بصحة الأحاديث بعيدا عن قذارات مراجع النجف وكربلاء في علم رجالهم في علم قنادرهم وفي قذاراتهم الأخرى في حوزتهم الطوسية النجفية الكربلائية النجسة يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم المحقون صادقون هذا هو الذي قصدته من أن علامات الظهور تكون علامات بكلها بتمامها بحق هؤلاء أما غير هؤلاء الذين لا يأخذون عن العترة فقط وإنما يأخذون عن العترة وغير العترة أو الذين لا يعبؤون بالموضوع أساسا أو الذين ما هم بشيعة ولا يعرفون شيئا عن إمام زماننا أو أو فالعلامات لن تكون علامات بأجمعها بحقهم أقرب لكم الموضوع بتوضيح سريع علامة الصيحة هذه علامة عالمية لأن الجميع سيسمعون الصيحة هذه علامة بحق الجميع بحق الشيعي بحق السني بحق اليهودي بحق النصراني بحق الذين لا دين عندهم بحق الجميع هذه علامة عالمية لكن قتل النفس الزكية بين الركن والمقام في مكة المكرمة في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة في السنة التي تسبق سنة الظهور هذه علامة خاصة لأهل مكة لأن مكة هي النقطة الأولى التي سيتحرك منها إمام زماننا هذه علامة خاصة لهم لأهل مكة قد تتعدى أهل مكة إلى سائر أنحاء السعودية لأن الخبر سينتشر في السعودية تكون علامة لهؤلاء الذين كنت أحدثكم عنهم للمنتظرين للمتتبعين للعلامات المهدوية بحسب ما بيّنت لنا الروايات الشريفة العلامات تكون علامات بتمامها بكلها في حق المنتظرين بحسب مواثيق بيعة الغدير لكن العلامة هذه أن النفس الزكية وهو رسول الإمام الحجة إلى الحجيج في مكة إلى أهل مكة هذه العلامة لن تكون علامة للذين يعيشون في الأرجنتين مثلا أو للذين يعيشون في إستراليا الصيحة تكون علامة له لكن قتل النفس الزكية في المسجد الحرام بين الركن والمقام هذه علامة خاصة بأهل مكة نعم هي علامة تكون من العلامات التي يهتم بها المهتمون بالعلامات المهدوية تكون علامة بحقهم ظهور السفياني وما يرافقه من ظهور اليماني والخراساني هذه علامة تخص منطقة الظهور لا تخص العالم لأن الذين يعيشون في كندا مثلا أو يعيشون في البرازيل أو يعيشون في نيوزلند هؤلاء لا يعرفون ماذا يجري في بلاد الشام ولا يعرفون ماذا يجري في منطقة الظهور ولا يعرفون شيئا عن السفياني يسمعون أطرافا من الحديث عن الوقائع السياسية التي تقع في منطقة الشرق الأوسط وهم لا يعبعون بهذا لا دخل للذي يجري في الشرق الأوسط في شؤون حياتهم اليومية فظهور السفياني ويظهر معه اليماني والخراساني هذه أمور ترتبط بمنطقة الظهور فعينما يظهر الخراساني في خراسان هذا أمر يهتم به الإيرانيون وعينما يظهر اليماني في اليمن هذا أمر يهتم به اليمانيون ويهتم به السعوديون ويهتم به العراقيون وعينما يظهر السفياني فهذا أمر يهتم به السوريون يهتم به المسلمون بشكل عام وخصوصا في منطقة الظهور فالعلامات تكون بتمامها وكمالها علامات بحق المنتظرين وفقا لموازين بيعة الغدير بحق المتتبعين للعلامات المهدوية وفقا لمضمون وميثاق بيعة الغدير لكننا إذا أردنا أن ننظر إلى العلامات بكل تفاصيلها فلن تكون علامات بحق الجميع هناك علامة عالمية هناك علامة تتعلق بمنطقة الظهور وحينما أتحدث عن منطقة الظهور العراق إيران تركيا مصر سوريا الأردن لبنان فلسطين السعودية اليمن وسائر الدول والإمارات في الخليج هذه هي منطقة الظهور فهناك علامات تختص بها وهناك علامات عالمية وهناك علامة تختص بمكة وعلامات أخرى تختص ببلد دون بلد بجماعة دون جماعة